اشتركوا في القناة العودة الى تصنيع السيارات محليا والتي ستوجه للسوق الوطني وايضا للتصدير للقارة الافريقية واشار زغدار الى انه سيلتقي مسؤولين بمصانع كبرى وعريقة في هذا المجال بداية من الاسبوع المقبل لفتح الملف جديا وتجاوز ما تم تسجيله من التجربة الماضية لمصانع التركيب التي كلفت الخزينة خسائر باهضة وقال وزير الصناعة قادرون على تصنيع السيارات محليا وستحمل التجربة سيارات تطلبها السوق الجزائرية والاخرى كهربائية والبعض الاصناف هجينة لافتا الى ان انتقاء الشراكاء سيتم بطريقة عقلانية وبما يخدم المنتج المحلي ويلبي طلبات السوق الداخلية ويعود بالفائدة على الخزينة الجزائرية من خلال التصدير لافريقيا حيث ان الطلب المحلي يعادل 350 الف مركبة سنويا اضافة الى التصدير خاصة بعد فتح المجال على مصرعيه بالقارة الصمراء جراء تفعيل اتفاقية التبادل الحر وتابع احمد زغدار هناك عمل جاد يتم التحضير له على هذا المستوى وسيتم الكشف عن علامات عالمية كبرى ستصنع السيارات في الجزائر قريبا بمجرد الاتفاق معها سلام سلام احمد 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 احم